وخلال كلمتي أمام الجلسة الختامية للقمة عبر الفيديو وجه رئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر إلى رئيس جنوب إفريقيا سرير رامافوزا على إدارته لقمة مجموعة دول بريكس على جهوده لتوسيع التكتل أشار بوتين إلى أن مجموعة ستستمر في توسيع عضويتها عبر دعوة أعضاء جدد للانضمام خلال الفترة القادمة هذه القمة لبريكس بلاس ونعرف أن هذا النموذج من التواصل هو ذات أهمية قصوى ويوفر لنا فرصة رائعة لنتناول بعمق الأهداف التي نود أن نحققها بالإضافة إلى المصالح المشاركة التي نملكها مع هذه الدول وذلك لمشاركة السروقيات لدول خمسة من مجموعة بريكس مع بقية الأصدقاء والذين أود أن نرحب بهم جميعا نحن نريد أن نبني نظاماً عالمياً متعدد الأطراف والشامل وهو متوازن والذي يأخذ بالاعتبار مصالح دول الشنوب وأكثر عدد من الدول الممكنة